سعادة سيدة روان بن نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب مركز شباب الجزيرة بجمهورية مصر العربية شقيقة وذلك على هامش مشاركتها في أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة والتي عقدت في مقر جامعة الدول العربية وخلال الزيارة استمعت سعادة الوزيرة إلى شرح عن فكرة إنشاء المركز الشبابي والبرافق التي يتضمنها والتي تجذب الشباب إضافة إلى البرامج والأنشطة التي تقدم للشباب علاوة على النظام الإداري الذي يدار به المركز كما استمعت إلى النتائج الإيجابية لتلك البرامج على الشباب المصري ودورها في تمكينهم وزيادة حجم خبراتهم وقدراتهم ومهاراتهم وخلال الزيارة أشادت الوزيرة بما يتضمنه مركز شباب الجزيرة من مرافق شبابية ورياضية متطورة الأمر الذي ساهم في اجتذاب الشباب المصري وتنمية مهاراتهم بصورة رائدة في العديد من المجلة منوهة إلى همية الدور الذي يطالع به مركز شباب الجزيرة وتخريجه لأفواج متعاقبة من الشباب المصري المدعم بالخبرات والمهارات المهارات